السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الثاني من فلسلة زراعة البونزاي أو فن البونزاي سنتحدث عن اختيار الأشجار المناسبة لأنه إذا نريد أن نبدأ هذا الفن طبعا أول شيء الذي سنأخذ في عين الاعتبار هو الطبيعة والجو الذي لدينا احنا في الخليج مثل ما احنا عارفين الجو عندنا في الصيف جدا حار وشهتاننا ما يكون جدا بارد إلا اللهم مناطق معينة في شمال السعودية وفي العراق عندهم برد والكويت أيضا فيها برد بس مب البرد اللي يعني بعضها يعني مب البرد اللي نشوفه مثلا في شمال أمريكا أو كندا يعني ما ما نشوف هذه البرد القارص يعني الفلج فهذه يأثر على نوعية الأشجار اللي راح نختارها مثل ما تكلمنا في الفيديو الفات مثلا الصنوبر راح يكون شيء جدا صعب أن نحن نزرعها في الخليج بالذات في منطقتنا يعني الاعتبار الثاني اللي لازم نحطه في بالنا لما نختار نوعية الشجر أو نوعية النبت اللي راح نشتغل عليها هل راح نزرعها في الخارج أم راح نزرعها داخل البيت إذا كان داخل البيت ممكن نختار نوعيات شوي إذا كان البيت مكيف في بيئة مناسبة لهذه النبتات نعم ممكن نختار هذه النبتات اللي شوي تستحمل أو تحتاج برودة أكثر من النبتات اللي راح نزرعها في الخارج مثلا فنوعية النبتة أيضا تتأثر بالمكان اللي راح نزرعها في الخارج لازم نختار نوعية تستحمل الحرب والجفاف والشمس القوية في الصيف لما نختار أي نبتة الاعتبار الثالث اللي لازم نحطه في بالنا اللي هو طبيعة نمو هذه النبتة هل هي دائما الخضرار أغلب الأشجار اللي عندنا في الخليج تكون أغلبها أنا ما أقول كلها في أنواع طبعا ولكن هل هي دائما يعني تكون مخضرة ودائما الخضرار أغلب الأشجار اللي عندي هني نعم فعلا دائما الخضرار في أشجار لا في أشجار تسقط ورقها وتدخل في مرحلة ثبات كأنها ميتة شبه ميتة وبعدين مع دخول الربيع أو دخول الخريف ترد تنتعش وترد تنطلق مرة ثانية فأحنا شوي أنا بالنسبة لي على الأقل شوي النباتات هذه ما تعودنا عليها بالكثرة كثر ما تعودنا على الأشجار اللي تكون دائما الخضرار فهذه لازم نحطها أيضا في عين الاعتبار لأنها راح يأثر على شغلنا على النبتة ومتى نشتغل عليها وكيف نشتغل عليها أيضا فهذه عناصر رئيسية لازم نحطها في بالنا فمثل ما قلنا الجو تستحمل جونا المكان اللي راح نزرعها فيه وطبيعة نمو هذه النبتة أو الشجيرة هذه هي أول ثلاث اعتبارات لازم نحطها في بالنا النقطة الثانية المهمة اللي لازم نتكلم عنها لذين أن نتكلم عن الأشجار اللي راح نبتديها كمشروع بونزاي اللي هي المصادر اللي ناخذها أو المصادر اللي نحصل منها هذي الأشجار في عندي مصادر كثيرة طبعا في المصدر الأول اللي هي زراعتها من البذور في عندي كثير من هذي زراعة من بذور يعني هذا من بذرة اللي وراه هذي وهذه وهذه وهذي وهذه بعد ففي نباتات ممكن نزرعها من بذرة وتنمو بشكل سريع ونموها يكون قوي لكن مثلا لو بنقارن نمو الصنوبر مثلا الصنوبر جدا بطيء النمو مقارنة بالنباتات الدائمة لخبرار نموها رح يكون بطيء فلازم يعني نحطها في بالنا وماذا ما قلت النمو مع البذور لا فوايده لا يعني مثل ما نقول إيجابياته اللي هي أنه يعطي جذور أقوى وفيه لسلبياته طبعا السلبية أنه رح ياخذ وقت إلى اللي شيرها تكبر والتأسس وتصير يعني شكلها شيرها معمرة المصدر الثاني أنه احنا مثلا ممكن نروح لمشاطل ونختار أشجار نشوف فيها بعض الأشكال المميزة أو الساق أو الجذع يكون شوي مميز ونختارها على هالأساس أنه يكون فيها شيء نحنا ممكن نختارها طبعا هذه فيه تكلفة بالمقابل إن نحن نشتري هذه النباتات قاعدين فالمشاطل أيضا مصدر موجود ولكن فيه تكلفة فهذه سلبيتة طبعا ولكن موجود ولكن في المشاطل عموما ما رح نلقى نباتات شبه جاهزة للشغل عليها كابونزاي فهذه لازم نحطها في بالنا فتحتاج أول شي نقويها وبعدين نشغل عليها المصدر الثالث اللي احنا ممكن نحصل على النباتات أو الشجيرات للعمل عليها كابونزاي اللي هو العقل إنه المكاثرة بالعقل عندي الجهنميات اللي هناك هذي كلها من عقل ففي نباتات عندي من عقل كاثرتها وحتى الحنة كاثرتها من عقلة من الشجرة الأم لما سويت التقليم خط غصن وبدأ ينبت جذور فاستخدمتها كأقلة أن نميها كابونزاي كمشروع الإيجابية في استخدام العقل إنه ممكن الساق يكون شوي متخشب يكون فيه شوي سمك وأيضا لما الجذور تنبت تنبت بشكل دائري من الساق الرئيسي تتوزع بشكل منفرد على سطح التربة يعني تاخذ شكل منفرد وهذه إيجابية أيضا لإستخدام الأقل في هذه الفن المصدر الرابع اللي إحنا ممكن نستخدمه اللي هو الترقيد الهوائي عندي هذي الكونوكاربس اللي وراء هني إذا نشوفها هذي اللي في السطل في السطل الأحمر هذي خطها من ترقيد هوائي من شجرة ثانية عندي في البيت فيه أصيص كبير خطر الجزء العلوي منها كترقيد هوائي هذي وهذي عقلة كاثرتها من هذي أساسا فلما نبتدي نشتغل مع الأشجار صر عندي شجرة كبيرة ممكن أخذ منها ترقيد هوائي وبعدين لما أقلم صر عندي عقل فممكن بسرعة نكاثر النباتات اللي عندنا ونشتغل عليها كبونزاي فالترقيد الهوائي أيضا موجود بالنسبة لنا كمصدر للنباتات اللي نستخدمها حق البونزاي المصدر الأخير نشوفه عند الأجانب وفي الغرب وفي اليابان يستخدم كثير اللي هو اللي يسمى باليامادوري اليامادوري كلمة يابانية تعني أن نبتة مأخوذة من الأرض أو مأخوذة من الغابة فهذه في فترة من الفترات في السنة في موسم معين بالذات هوات البونزاي واللي يمارسون هذه الهواية بكثرة يدخلون الغابة طبعا مع استئدان وتراخيص معينة ويختارون الأشجار اللي موجودة أو الشجيرات اللي موجودة تكون يعني فيها عمر ويحفرونها ويشيلونها ويأخذونها معاهم ويحطونها في أصيص إلى أن تتقوى بسنة سنتين ثلاث وبعدين يبتدون يشتغلون عليها إحنا للأسف يعني دول صحراوية فالغابات مو بشي موجود بالنسبة لنا ولكن ممكن نزرع أشجار في الأرض لهدف أن تنمو بشكل أسرع وأقوى وبعدين نستخرجها ونشيلها كيامدوري رح أراويكم نبتة رمان عندي هني أنا رح أشرح لكم ش قاعد أسوي فيها ولكن هابي شبه يامدوري قاعد أسويها للبونزاي مثل ما احنا تشايفين هذي نبتة رمان أيضا مزروعة من بذرة فما تذكر هذي رمان طائفي أو رمان يمني واحد من الاثنين ولكن ما تذكر زراعتها قبل سنة سنتين تقريبا فهموا نبتتين هذي واحدة هذي الثانية اللي هي الأضعف ولكن اللي سويته أنه أولا حطيتها تحت الراف هذي عساس شوي تحصل على الظل لأنه الرمان ما يشد الشمس المباشرة بالذات في الصيف فراح يحترق ويموت فهذي شوي يحميها الشي الثاني أنه هذي أصيص تقريبا ثلاثين لتر ولكن فيه فتحات في الأسفل فعروج النبتة رح تنزل للأرض وراح تمتد ولكن أغلب الجذور الجذور المغذية رح تكون فوق فالجذور اللي رح اتمدها رح تساعدني في أن النبتة تنمو بشكل أسرع وأكبر ونقدر نشتغل عليها وتصير الشيرة أو ساقها يصير أمتن وبعدين ممكن ننزيلها بشكل أسرع لأن جذورها رح توصل للأرض بعكس لو تركتها مقيدة أو محكورة في هذه الأصيص فهذه الطريقة أيضا ممكن نسويها نقطة مهمة اللي تكلمنا عن اليامدوري ممكن أن أنا شاء سوي بدال ما أنا أشتري أو أزرع من بذراء أو حتى اللي ما عنده مجال أن يسوي هاي الشي ممكن عندنا أصدقاء أو أهل أو كذا عندهم شجرة أو نبتة أو أي شيء في الحديقة حابين يتخلصون منها ممكن نطلب منهم أن يكلموننا قبل لا يسوون هاي الشي فإحنا نروح ونحفرها ونزيلها لهم وهما يعني إحنا نأخذ الشجرة هذي ونزرعها في أصيص ونبتدي نقويها ونشكلها مع الوقت فتكون شجرة مجانية حصلناها وتكون يعني لأنها مزرعة في الأرض راح يكون فيها ساق راح تكون فيه يعني بحجم وشكل أحسن من لو شاريناها من ماشتل أو حاولنا نزرعها من بذرة راح تختصر علينا مشوار طويل جدا فهذه أيضا جانب أو مصدر للأشجار موجود ومتوفر بالنسبة لنا هناك نقطة مهمة لما أذكرها لكم لما أني نختار الأشجار أولا لما نقول بونزاي البونزاي مبنوع من الشجرة البونزاي هو فن مثل ما ذكرنا وهو تشكيل شجرة فإحنا مو محصورين في نوع من الشجرة اللي هو الصنوبر أو مشتقات الصنوبر وغيرها فإحنا ممكن نختار أشجار ثانية اللي تناسب بيئتنا هناك أيضا نقطة مهمة نتكلم عنها أنا راويتكم الرمانة هل أنا ملزوم بأشجار معينة؟ لا مو ملزوم بأشجار معينة ممكن أختار أشجار دائمة الإخترار أشجار تسقط أوراقها وترجع بعدين ممكن أختار أشجار تزحر ممكن أختار أشجار تثمر ممكن أستخدم متسلقات الوستيرية من النباتات اللي يستخدمونها للبونزاي في اليابان وأيضا انتشرت إلى العالم في هذه الفن أيضا بسبب جمال وردها لما تزحر وكذا فتكون جميلة كبونزاي وفيها أيضا هذه التزهير الجميل فإحنا ممكن نستخدم أي نبات من متسلقات من أشجار من شجيرات حتى العدن اللي أنا عندي هني قاعد أشكلها نوعا ما باستخدام أساليب البونزاي فإحنا غير محدودين فلا نحد نفسنا في اختيار الأشجار في هذه النقطة هذه نقطة مهمة بغتابة ينهل لكم ورجاء مني لكم كلكم هذه النوع من الأشجار لا يقولون لكم المشاطل هذه بونزاي لأن هذه مو بونزاي هذه مجرد جنسنج فايكس نوع من الفايكس نلاحظ أن الراس مقطوع قطع واضح وبعدين يتم تطعيم أو تركيب عليها أنواع ثانية من الفايكس على أساس تشكل هذه مو بونزاي هذه استخفاف بالناس للأسف أنا أقولها لكم نقطة أخيرة راح أقول لكم إياها اللي حاب يبتدي هذه المشوار ويبتديها الحين يمع أفكار وأشجار لمشروعها كبونزاي ما أنصح أن شخص يحط شيرة واحدة ويقول بس راح أشتغل على واحدة لأن الشيارة الواحدة راح نشتغل عليها نقلمها نشكلها وهذه في فترة معينة وبعدين نرجعها على الراف وخلاص ما عندي شي ثاني أسوي فالسؤال الأول اللي لازم نطرح نفسنا كم شجرة أو شجيرة أنا ممكن أستوعب عندي في البيت فأنا هذي الراف عندي في ساعة معينة الحين أنا خسرت شجرتين أو ثلاث في هذه الراف ماتوا بسبب الحر هذه السنة السنة بلا إله إلا الله كان الحر شوي غير طبيعي سبحان الله الأمور هذه تحدث يعني وفي البونزاي لازم نحط في بالنا أنه طبيعي راح نخسر أشجار بسبب الجو بسبب حرارة ساعة أحيانا ننسى أمور ساعة التقليم يكون جدا جائر عليها والنبتة تموت فهذه كلها أمور واردة عندنا في فن البونزاي مثل ما أنتوا تشايفين هذه شجرة زراعتها من بذرة للأسف الظاهر أن الأصيص مع الهواء طاح وهذه الغصن الرئيسي مثل ما أنتوا تشايفين انكسر فأنا راح أفطرنا أقصة يعني راح أشيله راح أحاول أن أبتة ولكن انكسر فالحين تشكيل الشيارة كما من راح يرد يتغير عندي هذه الغصن أقدر أردها قوي أو أن أعيد تشكيل الشيارة مرة ثانية فرح نشوف شنو أقدر أسوي في هذه النبتة فهذه الأمور تحصل فأنا لو مثلا عندي شيارة واحدة أطاحت وانكسرت أو صار فيها شيء أو تعورت أو صادها ضرر هالمعناته خلاص مشروع انتهى فنخلي عندنا كذا شجرة الاعتبار الثاني اللي لازم نحطه في بالنا لما نبتدي هذا المشروع اللي هو فترة أو موسم هذه الأشجار فمثلا عندي أشجار يعني مثل ما انتم شايفين الحين الحنة هذه الحين قاعدة تنتعش بقوة شوفوا عندي نموات قوية هذه نمو سبوع سبوعين بس فنموها ما شاء الله الحين منتعش في عندي الجهنميات الحين قاعدة تمد قاعدة تنطلق في عندي نباتات مع الجو مثل هذه اللي هي الأصبار الهندي هذه راح شوي شوي يصيدها شوي بالذات في عزة الاشتر راح يصير فيها نوع الركود أو السبات شوي راح تهدأ شوي الحمضيات الحين شوي تبتدي تنتعش وتعطي النمو قوي فعندي هادلين احني عندي كذا شجيرة بوميلو زرعتها من بذور لأنها موجودة من الفاكهة اللي نشتريها من السوق فزرعتها الأطفال يحبونها فقلت أنه مع المستقبل أقدر أشكلها وتصير يعني شجرة بونزاي من الحمضيات في عندي هناك شجيرة سمر من البر كمعت البذور اللي طايحة تحتها وزرعتها وماشاء الله يعني ساقها متن والسمر فيه شي حلو راح نتكلم عنه في الفيديوهات المستقبلية إن شاء الله ولكن هذي كلها يعني نباتات مختلفة فالسمر ينطلق مع شوي دفء الجو يعني من الربيع إلى بداية الصيف يعني من خلنا نقول شهر ثلاثة إلى شهر خمسة ينطلق بقوة يعني النمو اللي فيها فلازم نعرف هاي الشي في كل نبتة ولما تكون عندنا نباتات كثيرة ومتنوعة فإحنا نقدر نشتغل تقريبا طوال السنة على الأشجار فنلاحظ أوكي هذه شجرة خلصت منها هذه اللي حنت بتدي تمتعش أشتغل عليها أخليها شي ثاني يبتدي يشتغل عندي فأشتغل عليه مرة ثانية فلازم نحط في بالنا في تنوع في كذا شجرة في مجموعتنا على أساس نقدر نشتغل عليهم وتكون هواية تشغلنا وتاخذ شوي من وقتنا على أساس أنه ما تكون شجرة واحدة وخلاص ونشتغل عليها وخلاص وإذا صار فيها شي خسرنا كل شي كلها أناصر مهمة نخليها في بالنا لما نبتدي نختار أنواع الأشجار اللي راح نختارها لمشروعنا أو مشروع البونزاي أو هواية البونزاي فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الآي في أمان الله